بسم الله الرحمن الرحيم والإبصاح الواجب على مراجع الحسابات الإلمان بها حتى يمكنه فحص القوائم المالية المرحلية أما المحاضرة التالتة فنتناول فيها الموضوع التاني وهو بعنوان مراجعة القوائم المالية المختصرة والمعلومات المالية القطاعية والمعلومات الأخرى المرافقة للقوائم المالية لو ركزنا في العنوان العنوان يتضمن ثلاث أجزاء الجزء الأول إزاي نراجع القوائم المالية المختصرة الجزء التاني كيفية مراجعة المعلومات المالية القطاعية الجزء التالت كيفية مراجعة المعلومات الأخرى المرافقة للقوائم المالية فلو بدأنا بالموضوع الأول اللي هو الجزء الأول مراجعة القوائم المالية المختصرة في كل جزء من الأجزاء دي هناخد التعريف كيفية المراجعة وتقرير يعبر عن ناتج هذه المراجعة بالنسبة للنقطة الأولى في الجزء الأول ما هي القوائم المالية المرحلية أسف المختصرة وإيه هي أهميتها بالنسبة لما هي القوائم المالية المختصرة وأهميتها نقدر نقول أن القوائم المالية المختصرة هي عبارة عن قوائم مالية سنوية أو مرحلية مستقى من القوائم المالية الكاملة التي تم مراجعتها وقد تزاد طلب سوق الأوراق المالية على المعلومات التي تقدمها القوائم المالية الملخصة المستقى من القوائم المالية الكاملة التي تم مراجعتها ولذلك ألزمت لجنة البورصة والمبادلات الأمرية الأمريكية الشركات التي ابتدأوا الأوراق المالية بالبورصة بنشر قوائم المالية ملخصة بجانب القوائم المالية الكاملة وتكون التفاصيل في القوائم المختصرة أقل بكثير من القوائم المالية الكاملة والقوائم المالية المختصرة بتحقق العديد من المنافع لمستخدمي القوائم المالية خاصة المتعاملين في سوء الأوراق المالية وذلك نظرا لسهولة وبساطة المعلومات التي تحتويها تلك القوائم الملخصة وبالتالي تحقيق أقصى منفعة لمستخدمي القوائم المالية من استخدام تلك القوائم وتوفير الكثير من الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بقراءة وفهم القوائم المالية للكم من ناحية أخر فإن القوائم المالية المختصرة توفر معلومات مركزة وتعالج الإسهاب وقصرة المعلومات التي تتمتع بها القوائم المالية السنوي وبالتالي فهي تشجع مستخدم القوائم المالية على قرائتها بسهولة وبسرعة نظرا لما تحتوي من معلومات واضحة ومركزة وقابلة للفهم بسرعة ويجب أن يكون لتلك القوائم المختصرة عنوان يميزها عن القوائم المالية الكاملة التي تم مراجعته والتي استخرجت منها تلك القوائم المختصر وعادة يكون هذا العنوان هو القوائم المالية المختصرة لشركة كذا عن السنة المالية المنتهية في كذا بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك اتصاق بين القوائم الكاملة والقوائم المالية المختصرة بمعنى أنه إذا اجتملت القوائم المالية السنوية على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة الأرباح المحتجزة وقائمة التضفقات النائدية أو غيرها من القوائم فإنه لابد وأن تتضمن القوائم المالية المختصرة على تلك القوائم وقد يعترض البعض على إعداد المنشأة لقوائم مالية مختصرة على أساس أن الإدارة قد تكون بإعداد تلك القوائم لإظهار النواحي الجيدة وإخفاء نواحي ضعف علاوة على أنها تقدم معلومات غير تفصيلية ولكن يمكن الرد على ذلك بأن القوائم المالية الكاملة والتي تشقت منها تلك القوائم المختصرة تظل متاحة لمن يرغب في معرفة المزيد من المعلومات التفصيلية دي النقطة اللي هي ما هي القوائم المالية المختصرة وأهميتها بالنسبة للمستخدمي هذه القوائم تاني نقطة إزاي نراجع أو المراجع الحسابات يراجع القوائم المالية المختصرة وإيه هي أهدافها عند قيام مراجع الحسابات بمراجعة القوائم المالية المختصرة يجب أن يشتمل خطاب تكليف مراجع الحسابات بمراجعة القوائم المالية الكاملة على مراجعة القوائم المالية المختصرة المستقعة منها أيضا على أن يتضمن رده في حالة قبوله التكليف على تحديد الهدف من مراجعة القوائم المالية المختصرة طيب ده بالنسبة للمراجعة طيب إيه هدفها معلومات المراجعة تهدف عملية مراجعة القوائم المالية المختصرة إلى تحقيق الأهداف التالي الهدف الأول تحديد مدى إمكانية اعتماد مستخدم القوائم المالية المختصرة على المعلومات الواردة الهدف الثاني التحقق من وجود اتصاق أو اتفاق بين القوائم المالية المختصرة والقوائم المالية الكاملة التي تم مراجعتها والتي استخرجت منها القوائم المالية المختصر والتأكيد على وجود ارتباط بينهما عند قيام مراجع الحسابات بمراجعة القوائم المالية المختصر يجب أن يركز على مفهوم الأهمية النسبي ومدى إفصاح القوائم المالية المختصرة على العناصر الهمة الواردة في القوائم المالية الأساسية الواردة في القوائم المالية الأساسية وأن يتأكد من استخدام أساس واحد للتبويب ومن تطابق النواحي الشكلية للإفساح في القوائم المالية المختصرة والقوائم المالية الكاملة بالإضافة إلى التأكد من ضرورة الإفساح عن أهم الإضاحات المتممة للقوائم المالية المختصرة والتي تتمشى مع مفهوم الأهمية النسبية النقطة الثالثة في الجزء الأولاني تقرير مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المختصرة تعرضت معايير المراجعة الدولية والمصرية لتقرير مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المختصرة ووفقا لتلك المعايير يجب على مراجع الحسابات ألا يصدر تقريرا عن القوائم المالية المختصرة ما لم يكن قد سبق له إبداء رأيي عن القوائم المالية الأساسية بمعنى لو المراجع مش هو اللي عمل تقرير بالنسبة لمراجعة القوائم المالية السنوية ما ينفعش يعمل تقرير عن القوائم المالية المختصر ويجب أن يتضمن تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية المختصرة إلى عناصر التالية ومعظمها عناصر متشابهة مع بقية المهام زاد الأغراض الخاصة أو زاد الأغراض أو المجالات غير التقليدية يجب أن يتضمن هذا التقرير عنوان التقرير وقد يكون تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية وذلك وفقا لمعايير المراجعة المصرية معايير المراجعة رقم 220 وإن كان من الأفضل أن يكون عنوان هذا التقرير هو تقرير مراجع الحسابات المستقلة عن مراجعة القوائم المالية المختصر تاني حاجة أو تاني جزء من عناصر أو أجزاء التقرير من هم الموجه لهم التقرير لم تحدد معيور المراجعة المصرية لمن يوجه لهم التقرير ولكن يجب أن يوجه التقرير إلى مساهم الشركة أساساً وإلى مجلس الإدارة العنصر أو الجزء الثالث من عناصر التقرير إشارة إلى تاريخ تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية التي تم استخراج القوائم المالية المختصرة منها ونوع الرأي الوارد بالتقرير العنصر أو الجزء الرابع ابدأ رأي عما إذا كانت المعلومات الواردة في القوائم المالية المختصرة متصقة مع القوائم المالية التي تم مراجعتها والتي تم استخراجها منها وفي حالة ما إذا كان مراجع الحسابات قد أصدر تقريرا يبدي فيه رأيا بخلاف الرأي غير المتحفز على القوائم المالية الأصلية وكان إعداد القوائم المالية المختصر يزيل أسباب إصدار مثل هذا الرأي فإن تقرير المراجع عن القوائم المالية المختصرة يجب أن يذكر أنه بالرغم من اتصاقها مع القوائم المالية الأصلية فإن القوائم المالية المختصرة قد تم استخراجها من قوائم مالية تم إصدار تقرير عنها برأي بخلاف الرأي غير المتحفز العنصر الخامس أو الجزء الخامس من التقرير هو عبارة عن إشارة إلى الإضاحة المرفق مع القوائم المالية المختصرة اللي هو بيبين أنه للحصول على تفاهم أفضل الأداء المالي لمنشأه المركز المالي وكذلك لنطاق أعمال المراجعة التي تمت يتعين قراءة القوائم المالية المختصرة مع القوائم المالية الأصلية وتقرير مراجع الحسابات على هذه القوائم المالية الأصلية طيب من ضمن الأجزاء بتاعت التقرير تاريخ التقرير وتوقيع مراجع الحسابات وعنوانه وفي صفحة 318 صورة أو نموذج من هذا التقرير وأمثلة بعدها للأنواع المختلفة عن هذا التقرير الخاص بالقوائم المالية المختصرة طيب ده بالنسبة للجزء الأول من العنوان الجزء الثاني من العنوان مراجعة المعلومات المالية القطاعية بنفس المنهج اللي احنا ماشيين به ايه هي المعلومات المالية القطاعية أهميتها ازاي نرجعها وشكل التقرير بتاعها ايه بالنسبة للنقطة الأولى ما هي المعلومات المالية القطاعية وأهميتها بالنسبة لتعريف المعلومات المالية القطاعية وأهميتها مبدئيا بتتطلب معايير المحاسبة المالية الصدر عن مجلس معايير المحاسبة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة الإفصاح عن المعلومات المالية القطاعية وتشمل باقي المعلومات دي تشمل المعلومات القطاعية معلومات عن عمليات المشروع في صناعة ما وعمليات المشروع مع بعض الجهات الخارجية والصادرات والمبيعات المحلية وأهم عملاء المشروع ويعرف القطاع داخل الشركة بأنه أحد مكوناتها زي الفرع أو القسم أو مجموعة من العملاء يمكن تمييز أو فصل أصوله ونتائج عملياته وأنشطته بطريقة عملية لأغراض إعداد القوائم المالية للشرك طيب بيتطلب الإفساح المحاسبة عن المعلومات القطاعية ضرورة فصل بعض العناصر الهمة في القوائم المالية للمشروع مثل إرادات القطاع، إهلاكه، نديجة نشاطه، الأصول المستخدمة فيه ويتم التعبير عن ذلك بموالغ نائدية أو كنسبة مأوية مستخدم القوائم المالية بيحتاجوا المعلومات القطاعية لأغراض عديد أهمها تحليل وفهم القوائم المالية ككل تقييم الأداء القطاعي والعام للمنشأة في الماضي والحاضر وأجراء توقعات مستقبلية لهذا الأداء من ناحية أخر أن الأفساح عن المعلومات القطاعية له أهمية بالنسبة لإدارة المشروع المسؤولة على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوزيعها على الكطاعات والاستخدامات البديلة وذلك لمحاولة جذب الاستثمارات في قطاع معين من قطاعات المشروع ولتوصيل معلومات للمساهمين الحاليين والمرتقبين عن كفاءة الإدارة في قطاعات معينة ده بالنسبة لما هي المعلومات القطاعية طيب بالنسبة للنقطة التانية مراجعة المعلومات المالية القطاعية وأهدافها برضو بتتصلب الإصدارات المهنية في مجال المراجعة ضرورة قيام مراجع الحسابات بمراجعة المعلومات المالية القطاعية للتحقق من مدى ملأمة الإفصاح عنها من ناحية ومراجعتها من حيث علاقتها بالقوائم المالية السنوية محل المراجعة ككل من ناحية أخرى طيب مراجع الحسابات عليه أن يحدد لمستخدم القوائم المالية مدى إمكانية الاعتماد على المعلومات القطاعية انطلاقا من مدى اتفاقها مع القوائم المالية للمنشأة ككل من ناحية أخرى فإن مراجعة المعلومات المالية القطاعية وإعداد تقرير عن نتيجة تلك المراجعة بيساعد البنوك على اتخاذ قرار بمنح الاقتمان لتمويل التوسعية في بعض القطاعات كما تهتم الشركات القبضة بمراجعة المعلومات المالية القطاعية للشركة التابعة وذلك لأغراض الرقابة وتقييم الأداء المالي والاقتصادي لتلك الشركات طيب عملية مراجعة المعلومات المالية القطاعية بتتصلب ضرورة قيام مراجع الحسابات بالعديد من الإجراءات التحليلية والاستفسارات المتعلقة بتلك المعلومات القطاعية بالنسبة للنقطة الثالثة من الجزء الثاني اللي بنتكلم عنه وهو التقرير عن المعلومات المالية القطاعية تقرير عن المعلومات المالية القطاعية نرجع تاني للموضوع التاني اهو آخر نقطة مراجعة القائم ثم أنا تناول هنا التقرير التقرير تقرير مراجع الحسابات تقرير تقرير مراجع الحسابات عن مراجعة المعلومات المالية القطاعية طبعا احنا قبل كده قلنا ان مراجع الحسابات لن يكون بإعداد تقرير منفصل عن مراجعة المعلومات المالية القطاعية وذلك لإبداء الرأي الفني في تلك المعلومات ليه؟ بحيث يغطي تقرير مراجع الحسابات عن مراجعة القائم المالية السنوية لمشاكل رأي مراجع الحسابات في المعلومات المالية القطاعية طيب هناك عدة احتمالات مثل عدم وجود اي تحريفات في المعلومات المالية القطاعية وجود تحريف جوهري في المعلومات المالية القطاعية وجود عدم كفاة الافصح عن المعلومات المالية القطاعية هناك احتمالات متعددة يجب أن يشير إليها هذا المراجع عند إعداده لهذا التقرير الخاص بمراجعة المعلومات القطاعية طيب بالنسبة للجزء الثالث من العنوان الموضوع الثاني وهو الخاص بمراجعة المعلومات مراجعة المعلومات الأخرى المرافقة القوائم المالية التي تم إدراجها برضو هنتناول نفس الثلاث نقاط تعرفها وأهميتها وهدفها وأهميتها ومشاكل التقرير عن مراجعة المعلومات الأخرى المرافقة مبدئيا ما هي المعلومات الأخرى المرافقة القوائم المالية التي تم مراجعتها وأهميتها عادة تزدر المنشأة كتيبا سنويا يتضمن قائمها المالية التي تم مراجعته مع تقرير مراجع الحسابات عليه ويصار إلى هذا الكتيب عادة بالتقرير السنوي وقد درج المنشأة في هذا الكتيب بالتقرير إما تطبيق القانون أو بحكم العرف معلومات أخرى مالية وغير مالية وتسمى هذه المعلومات بالمعلومات الأخرى المرافق زي إيه من أمثلة هذه المعلومات الأخرى للمرافقة للقوائم المالية الملخصات المالية أو الأمور المالية الهمة مثل صفر ربح عائد السه إجمال الأجور مقارنة بالعوام السابقة وكذلك بيانات عن العمالة من نحية العدد والنوعية والمزايا النقدية والعينية والخدمة الصحية والاجتماعية التي تقدم لهم وكذلك بيانات عن النفقات الرأسي مالية دي هي أمثلة لهذه المعلومات الأخرى طبعا المعلومات الأخرى المرافقة للقوائم المالية بتتشابه مع الإضاحات المتممة للقوائم المالية واللي بيتم إعدادها وفقا لأحكام القانون في إن كلاهيمة تعده الإضارة وترفقه بالقوائم المالية ويتضمنه الكتيب السنوي للشرك طيب ما هي أهمية مراجعة المعلومات الأخرى المرافقة للقوائم المالية وهدفها؟ طبعا أهميتها بتتمثل في إنه بيتم مراجعتها بتزيد من ثقة ودرجة اعتماد مستخدم القوائم المالية في تلك المعلومات ملاحظين في كل معظم النقطة الرئيسية للأهمية أي موضوع خاص بيقوم به المراجعة اللي هو وزيادة الثقة في المقام الأول لمستخدم القوائم المالية في تلك المعلومات وبالتالي فإن مراجعة المعلومات الأخرى المرافقة للقوائم المالية بيساعد إدارة الشركة في ترحيها لأوراق جديدة أسهم وسندات وذلك من خلال طبعا إطفاء الثقة على محتوىات نشرة الاكتتاب من المعلومات مما يؤدي إلى ثقة المستخدمين الممثلين في تلك الممثلين في بقى شكل بقى في التقرير الذي يعد عن مراجعة المعلومات الأخرى ويتضح ذلك على النحو التالي ممكن إعداد تقرير مستقل عن مراجعة المعلومات الأخرى المرافقة ممكن التقرير عن مراجعة المعلومات الأخرى المرافقة يبقى ضمن تقرير مراجعة القوائم المالية للمنشاء ممكن الحالة اللي بعد كده توفر معلومات المرافقة وبرضه بيظهر عدة احتمالات تواجه المراجعة وبالتالي يجب أن هو يعكسها في شكل إيه التقرير بتاع المراجعة ويتطلب ضرورة تعديل المعلومات الأخرى المرافقة يعني نتصفح ما يخص هذه العناصر وطبعا العناصر بتاعت التقرير متشابهة عنوان فقرة افتتاحية إبداء الرأي طيب ده بالنسبة للجزء التالت من الموضوع التاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته